المتقاعدون هذه الشريحة التي عانى طوال عقود من الإهمال وقلة الإنصاف الذي وصل إلى الجحود لأشخاص أفنى كل واحد منهم زهرة شبابه في خدمة وطنه لهذه الشريحة خصوصية تميزها عن غيرها ويمكن أن تجعلها الحلقة الأضعفة في المجتمع بسبب ما يعانيه معظم المتقاعدين من هموم السنين والأمراض والشيخوخة قيل قديما أن الكتاب يقرأ من عنوانه وأن مقدمات الأمور تعطي مؤشرات عن نتائجها وهنا جاءت مبادرات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعطي دليلا ملموسا قبل أن يكون محسوسا بأن هذه الشريحة ستكون من أولى اهتماماته وأولوياته الكاظمي بدأ أول الأمر بالتأكيد أن رواتب المتقاعدين خط أحمر لا يمكن المساس به أو تأخيره أو جعلها عرضة للمتغيرات الاقتصادية أتبعه بتصريح حمل المعنى ذاته وقرار سريع بصرف رواتبهم المتأخرة أطلاق رواتب المتقاعدين وعدم السماح بتكرار تأخير هذه الرواتب ذهب الكاظمي إلى دائرة تقاعد كأول مرفق حكومي يقوم بزيارته أكدت للمراقبين والمتتبعين معنا واحدا مفاده أن أوضاع هذه الشريحة ستشهد تغييرا نحو الأحسن بعدة الانتظار وإطلاعه عن قرب واستماعه لشكاواهم أوصلت رسالة واضحة عن قرب انتهاء معانتهم المتقاعدون استبشروا خيرا بعد أن وجدوا آذانا صغية لأصواتهم التي أتعبتها سنوات الانتظار والترقب وأكدوا امتنانهم لمن أعاد الحق إلى نصابه ولمن وضع أنصافهم نصب عينيه وفي مقدمة برنامج عمله كلنا وياك والله كلنا وياك كل شعب وياك سيدي سواءنا وياك على كيف الشمال